اشتركوا في القناة افريقية حيث اعتمد على العناصر التي تنافس افريقيا بفعل تأخر انطلاق البطولة الليبية اعتقد عندنا 32 لاعب و32 لاعب المرافقين معنا ان شاء الله يؤدوا المهمة اللي هي مطلوبة مباراة النيجر مساء غدا الصراحة مباراة مهمة اعتقد انطلاقنا في المجموعة وهي مباراة يعني تعطينا يعني رفع معنويات للمنتخب الليبي ان شاء الله نأدوا المهمة ونكونوا جاهزين لذلك اعتقد بالنسبة للردم الخاص بالمباريات اعتقد من مباراة اخرى فاتوقع ان الجانب البدني حيغطي الصورة المطلوبة للمنتخب ان شاء الله يربي يوفقنا واحنا جاهزين ان شاء الله العناصر الليبية ورغم كل هذه الاكرهات تؤمن بحظوظها في هذه المنافسة الكل يعول على المباراة الاولى التي ستكون مفتاح البحث عن مواصلة المنافسة حتى ابعاد دور ممكن رغم ان المهمة لن تكون سهلة امام منتخب النجر الذي يطمح بدوره الى الظهور بوجه مشرف والمنافسة على اللقب اعتقد زران ربما ينصل ان شاء الله لمباراة الغد ان شاء الله اللي هي ثمثلق ساعة ثمانية ثامنة مساء اللي هي مباراة الكونغو ديمقراطية وكونغو بروسافي هنشوفوا مستويات الانتخبات اهياء واللاحظوا شنون مطلوب ان شاء الله عند اللقاءات القادمة معهم فان شاء الله توحنا اهم حاجة هو المباراة الاولى ثم بعد ذلك ننكملوا باقي الخطوات اللي هي ان شاء الله توصلنا لأقل حاجة الوربع النهاية بعون الله ملعب جابوما سيكون اذا مصرحا لمباراة المجموعة الثانية التي تضم كل من ليبيا والنيجر والكونغو اضافة الى جمهورية كونغو الديمقراطية ملعب بمواصفات عالمية تم اعادة ترميمه لاستقبال هذا العرس الرياضي الكبير اشتركوا في القناة